الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصى عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن الجميل وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله وعسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة بلغ رسالة وأدى الأمانة وقال صلى الله عليه وسلم ذاق حلاوة الإيمان من عضي بالله عبا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وعسولا وعسولا وعضينا بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وعسولا وبعد فما أجمل أن تكون مع الله عز وجل وأن يحوطك وأن يحفظك بحفظه وعنايته فإذا كنت مع الله عز وجل كان الله معك وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن عليك ومن معك أليس الله بكاف عبده وعندما نتحدث عن معية الله نجد أن معية الله مع الأنبياء مع المرسلين مع المؤمنين مع الصابعين مع المحسنين مع المتقين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابعين وأن الله مع المؤمنين وإن الله لمع المحسنين واعلموا أن الله مع المتقين وهذا نبي الله موسى عليه السلام يقول له أبه عز وجل واصطنعتك لنفسي ويقول سبحانه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ما بالك بمن ألقى الله محبته علي وصنعه على عينه واصطنعه لنفسه ويقول لأمه أم موسى عليه السلام فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين ويقول سبحانه فآددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولما أرسله أبه عز وجل وأخاه هارون إلى فرعون قال ربنا إننا نخاف أن يفعط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمعها ولما قال أصحاب موسى عندما طاء الجمعان عندما قال أصحاب موسى إننا لمدعكون قال بسبات المؤمنين كلا إن معي ربي ماذا تريد بعد إذا كان الله معك وكنت معه ولما ضاقت الدنيا في وجه السيدة مريم عليها السلام وتمنت الموت وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل أبك تحتك شريا وهزي إليك بجزع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا فاكولي واشعابي وقر عينا فإما ترين من البشر أحدا فاكولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارونا ما كان أبوك ما أسوء وما كانت أمك بغيا فأشعت إليه قالوا في دحشة واستغاب واستنكار كيف نكلم من كان في المهد صبيا فإذا هذا الصبي ينطقه الله قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فإذا بسيدنا عيسى عليه السلام في مهده وطفولته وحداثة ولادته ينطقه الله فيقول قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ثم يأتي القرآن الكريم إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ويقول سبحانه واصبل لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك يا محمد بعين الله يحرسك ويكلأك ويعاك واصبل لحكم ربك فإنك بأعيننا أي شيء تريده بعد بعد أن تكون أنت بعين الله أن تكون محروسا بعين الله مرعيا برعايته واصبل لحكم ربك فإنك بأعيننا ويقول سبحانه والله يعصمك من الناس ماذا عليك بعد إذا كنت أنت في حماية من أمره إذا آد شيئا أن يقول له كن فيكون ماذا بعد والله يطمئنك والله يعصمك من الناس هذه سنة الله في خلقه ومع عباده المؤمنين إلى أن تقوم الساعة لن يخزل عباده المؤمنين أبدا وهو القائل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ضربهم ويقول سبحانه فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتعاكم أعمالكم ولذا عندما المؤمنون من أصحاب سيدنا رسول الله الأحزاب متجمعين من كل حدب وصوب لم يهنوا ولم يضعفوا ولم يحزنوا لأنهم أيقنوا أنهم في معية الله عز وجل ولما المؤمنون الأحزاب لم ينهزموا ولم يجزعوا ولم يتعددوا بل قالوا في سبات ويقين هذا ما وعدنا الله واسوله وصدق الله واسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفعج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسنا فإن الكافي الله وإن بليتا فثق بالله وإن بليتا فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله وإن بليتا فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد والله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله فحسبك الله في كل لك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسعى ومن يتق الله يكفى عنه سيئاته ويعظم له أجراء وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخوف كلهن أمان ويقول الآخر إذا صح منك الود فالكل هين إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق الطاب طاب أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لزاكا فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذاتك عمن سواكا فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذاتك عمن سواكا وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحق حتى آكا نسأل الله أن نكون منهم وأن يحفنا بباكتهم وأن يدخلنا من أوسع أبواب معيته إنه وليه ذلك والقاضي عليه توبوا إلى الله واسألوا والعفو والعافية الحمد لله وكفا وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى هنا في بيوت الله تتحقق المعية في أسمى معانيها ففي الحديث القدسي يقول الحق سبحانه أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا زكرني فإذا زكرت الله كان معك وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدعسونه بينهم إلا حفتهم الرحمة وغشيتهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده هنا الصدق بالله من أراد من أراد أن يتصل بالله فعليه بكسعة السجود فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد أصحابه يوما فأتذجل النبي صلى الله عليه وسلم بماء الوضوء فتوضأ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه وقال سلني عابعة فقال أسألك موافقتك في الجنة يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك هل لا طلبت طلبا آخر أهون وأيصر قال بل هو ذاك يا صلى الله أنت قلت لي سألني عابعة وأنا سألتك سألتك موافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني 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 على ذلك بكساة السجود إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ويقول سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع وستظل بإذن الله إلى يوم القيامة ترفع بإذن من أذن لها أن ترفع في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لا إله إلا الله محمد رسول الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تليهم تجاة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأمصال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب نسأل الله أن نكون منهم وأن نكون من عمار بيوته وأن يجزي من قام بعمارة هذا المسجد وإن شائه خيار الجزاء وأن يتقبل منا ومنه ومنكم صالح الأعمال اللهم أحسن دخولنا في معيتك واكلأنا بحفظك وعونك ورعايتك ولا تكلنا إلى سواك أبنا لا تكلنا إلى سواك ولا إلى أنفسنا طرفة عين فنزل ونخزى أفض علينا بقامك واحفظنا بحفظك اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعلهم الوارث منا واجعل ثآنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فرجته ولا مدينة إلا سدّت اللهم احفظ مصرنا من كل سوء اللهم احفظ مصرنا من كل سوء اللهم احفظ مصرنا من كل سوء ومكروه اللهم من آدنا بكيد أو مكر أو سوء فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرات عليه لا له وتكفّل به عنا وانصرنا وشد أزرى قواتنا المسلحة اللهم اجدد على أيدي أبناء قواتنا المسلحة وسبّت قلوبهم وسبّت أقدامهم واربط أيضا واجدد على قلوب أبناء شرطتنا وكل مدافع عن هذا الوطن الكريم وكل وطني مخلص يا رب العالمين اللهم احفظ مصرنا وجيشنا وشعطتنا وأمننا ووطننا وأبناءنا وشبابنا وبناتنا وأزواجنا وأمهاتنا وأباءنا وأبناءنا من كل سوء ومكروه والطفنا بلطفك الكريم يا رب العالمين وصلِّ اللهم وسلِّموا وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما ويا عبد الله أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم